أهلا بيت طبيعة كل علاقة زوجية لازم تمر بمراحل بس أنا قبل الزواج حابة أعرف حياتك أنت بالتفصيل سوال فينا عنها أحتيش قصتي من البداية أنا أصغر أخواتي وأخواني بس منصرت أم زعلت لأنه جيتها ابنية كانت تتمني صرعتها ولد لأن بنات إحنا أكثر من الولد بس سبحان الله شقد ما أم زعلت بنجابتني بس صرت أنا أقرب وحدة لأمي وكل شي مدللتني وما أحد يحدثوا إياه لا أخواني لا أبوي يعني بكيفي شنو أريد شنو هاي تحقق لأمي فعشت حياتي حلوة يعني تدائية المتوسطة بالإعدادية لأنني شفت البنات أكثر شي وخاصة نحن بالمدرسة يعني اللي يعطهم مثلا علاقة اللي يتعرفون قبل دخولت الكلية قلتي صار موقف بحياتي ويمكن هو غير من حياتي شنو هذا الموقف؟ بالبداية أنا كان عندي تليفون فتعرفت على شخص وحبيته بس هو الولد يعني تركني فمن تركني آني حاولت أنتحر وأهلي يعني نقضوني وهاي بالبداية بعديا جاوزت الموضوع أمي ظلت كل فترة نسافر مثلا روح لإيران روح لتركيا يعني غير الجو بس أنا بطلع الروح يعني طلعت من السادس حتى معدل يشامل خمسينات بس رحت كلية أهلية وقبلت تحليلات توجه الصدمة طبعا البحث بحث التخرج اللي أنا قدمته يعني عالدكتوراء كان النمو ما بعد الصدمة يعني طلعت عن خط سير أنه الصدمة تأثر سلبيا على الإنسان المتعارف عليه كل الصدمات تأثر سلبيا على الإنسان لكن خط سيري بالجانب العلمي أنا كان مختلف تماما بالدكتوراء اشتغلت بحث التخرج مع منظمة بريطانية اللي كانوا يشتغلون على النمو الإيجابي ما بعد الصدمة وهذا اللي أنا اشتغلت عليه وأني اللي طبقت على نفسي أصلا أنا أيضا يعني صار عندي نمو إيجابي ما بعد صدمة تعرضت لها بحياتي والحمد لله والشكر بالعكس حياتي أخذت منحة إيجابي تماما ما بعد الصدمة فهنا اختلاف الناس إحنا عدنا بعلم إننا نشتغل على الفروق الفردية يعني عد الأشخاص أكو إنسان بعد الصدمة ينتهي تماما وأكو إنسان بالعكس ترتفع يعني عنده الدافعية والطموح يزيد ويأخذ من الصدمة كأساس وكأنطلاق لجانب إيجابي في حياته فهذه اختلافات يعني إحنا ما نقدر نقول إنه الصدمة كلها إيجابية أو الصدمة كلها سلبية لا هسا فرزت إننا الصدمة جوانب إيجابية بالحياة لتطي دافعية أعلى يعني آني وين وصلت الفشل المالي مثلا الصدمة شنو نتيجته فشل آني فشل الآخرين المجتمع المحيطين بيه لازم أشوف وين كان الخلل على مد أنطلق من عده فالإنسان اللي 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 عنده نظرة واسعة عن الحياة وعن تطلعاته وعن طموحاته ممكن أن تطي جانب إيجابي وراها ينطلق من خلاقة إيجابية حقيقة تتأثر يعني تأثر الأفراد هذول اللي هم الاندر ايجي أو المراحقين كثيرا بالميديا يعني هذه الإعلام والميديا والقصص أيضا يتأثر الانتحار مسألة خطرة جدا وعلينا أن نعرف أنه مجرد ورود فكرة الانتحار مجرد ورود فكرة الانتحار في ذهن أحد الأشخاص أحد الأفراد علي أن يطلب المساعدة الطبية من المتخصص النفسي الطبي اللي هو السايكياتري الطبيب النفسي وإذا موجود معالج نفسي اللي هو سايكولوجيست لا بأس لكن إذا خطت ببال أي أحد وإن لم يصرح به فكرة الانتحار يعني أنا لا أقرص من نفسي أنا لا أقرص من هذه الحياة أنا لا ألزم هذا المسدس وعضب نفسي أنا لا مجرد أن خطت هذه الفكرة بدون تخطير قبل أن يفكر بالتخطير أو قبل أن يخطط للانتحار عليها أن يعجع طبيب نفسي لأن هذه المسألة خطرة جدا الحقيقة نقول الانتحار يبدأ مدرج مثل المصدر من واحد إلى أولى مراحل إذاء الذات ولذلك كمتخصصين نرفض أي نوع من إذاء الذات يعني التاتو نرفض الأوشام لأن الأوشام تأتي في خانة بداية المصدرة إذا قلنا المصدر تبدأ بواحد وتنتهي بثلاثين الثلاثين هو الانتحار والواحد هو التاتو مثلا والاثنين هو محاولة فهو مدرج هكذا الانتحار هو نهاية بداية إلى الذات هكذا مثل الاختصار التحرش هو بداية الاختصار التحرش اللفظي التحرش اليمائي حتى بالإشارة هو أيضا مدرج على مصدرة بداية الاختصاب أو قتل المرأة هو يبدأ بالتحرش ونحن نرفض كل شيء يعني يبدأ حتى لا يتسلسل لا نتب إلى التسلسل وبالتالي الانتحار على الأهل وعلى المؤسسة اللي هو الشخص هذا ينتمي لها سواء دوائر دولة سواء مدارس سواء جامعات أو كليات يعني الشخص اللي يحاول ينتحر أو يسمعون أنه يحاول ينتحر عليهم أن ينصحوا بشكل ملح أن يذهب لطلب المساعدة النفسية لأن هذه مسألة خطرة جدا نعم كل شخص يتعرض إلى صدمة يعني من المفتر كل شخص يتعرض إلى صدمة بعد الصدمة هناك علاج هناك علاج نفسي وهي برامج موجودة ومعروفة عند المتخصصين في مجال العلاج النفسي علاجات ما بعد الصدمة معروفة التي تمنع تداعيات الصدمة التي منها الانتحار مثلا أو منها القمول الكسل عدم ضغبة بأداء العمل اللامبالات أو بالعكس الانهماك المفرط بالعمل الذهاب إلى المخدرات الذهاب إلى كذا يعني هناك تصرفات أو سلوكيات تتبع الصدمة لم تعالج الصدمة أساسا من البداية الصدمة قد تؤدي الانتحار أو تؤدي إلى أن يكون الشخص مسترخيا تماما إدام ما يروح للدوام ما يطلع الجماعته يهمل نفسه يهمل نظافته الشخصية يهمل يعني مظهرة وكذا وكذا يتبع إلى مراحل يعني الطرابية والله بصراحة نحن لا نستطيع أن نقول كل القصص الموجودة بالمجتمع عن طريق الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي اللي هو بالسوشيال ميديا أنه هي قصص فاشلة بها قصص ناجحة وسمعنا يعني كثير من الها أنه كانت يعني كان زواج ناجح وممكن يعني ولا سيما مو بزاق للقطر أحيانا من خارج القطر طارت بعض الزيجات عن طريق السوشيال ميديا بس كريئ أنا كباحثة متخصص بعلم النس ما أشوف أنه هذا ناجح مية بالمية ليش لأن الإنسان إذا ما يكون بالمواجهة مع الشخص المقابل اللي رح يأسس حيات دائمة يعني أنا من أجل أسس حيات ويشخص ما أسس حيات وقتية شهر وشهرين وثلاثة أو سنة وكنتهي مو هذا هدفي أنا من الزواج بينما هدفي من الزواج جدي مو وبناء أسرة وإنجاب أطفال فمن يكون الهدف كبير بهذا الشكل لازم يكون لازم يكون الأساس قوي ومتين من أبني حياتي على أساس قوي ومتين وصحيح مية بالمية رح أضمن النتائج فأني من بديئة صح رح أستلم يعني رح تكون نتائجي صح طبيعة كل حياة زوجية لازم تمر بظروف معين لكن قبل حاب أعرف ظروفت الخاصة شون نشأتي أحكينا من البداية بالكلية يعني تغيرت حالة النفسية وتغيرت وضعيتي وصرت أحسن وصرت ما أهتم وصرت إذا أحد يعني حبني أو يتعرف علي يعني بالعكس ما أهتم إذا راح أو بقى بس أكو شخص تعرفت عليه على الفيسبوك ودائما أمنح شيئا هو نيت يعني نيتا زواج أنا ما تش أنت أفكر بالزواج بالكلية بس شفت مدام مصرع الموضوع وقلت يعني حتى لو أتخرج بالبداية ما كان أكو تعني هنا تحليلات فقلت يعني راح أقعد بالبيت وها فخلي أشوف فيجان الكلية كانت عندنا سفرة وتعرفت علي شفت زيان وخوش ولد ويعني كل الصفات البيت حلوة بس وما بكامل الدراسة ومو بغداد بغير محافظة وحش عليها من البداية أنه أنا نيتي يعني أنه نزوج أنا أريد أتقدم لك فحش أمي أمي قالت يعني مو مشكلة بعدين نحش بعد الموضوع بس خلي خلص التخرج سمات لأن شالت لها متحضر لخطية يعني كل اشتعبت ويا يا أمي وتعبت بعدين حتى بعد طلاق يعني كل مراحل حياتي أم تعبان علي ودائما يذكرون يقولون ما هي البنية اللي ماردتي يعني سبحان الله مهم فتخرجت أنا من الكلية طبعا الولد جاء وجاب أهله وصارت القسمة أنا بوقيت نفس الشي يعني إذا صر مشكلة بيناتنا مثلا أنا أحضر من الواتساب وهو يحضر من الفيساب بيناتنا الأشياء بالسوشيل ميديا بقيم أهلي يعني كعدة يم أهلي يعني شق قيم هم أجر وبالبداية تأخر يعني تقريبا تسعة تشهر ما صار عندنا أطفال فضليت أراجع أنا وبعدين اللبنية طبعا أنا مو كل شي يعني أم هي كل شي يعني مرابيتها ومهتمة بيها و أنا كل شي معتمدة على أهلي طبعا بدءا يعني إذا نجي نتعرض لمسألة الذكر أو الأنت بالعائلة طبعا هسا إحنا بهاي السنين الأخيرة سنين التطور والعولمة والأنترنت يعني ما أصور أكو فرق بين الذكر والأنثى حسب رأيي طبعا أنا لأن أرى الناس مختلفة يعني حسب ثقافاتهم حسب تربيتهم لا بل أحيانا نرى أنه الأنثى لها فائدة أكثر بالأسرة يعني تبقى مثل ما يقولوا متواصلة ويا الأهل ويا أمها ويا أبوها أكثر حنية أكثر تعاطف لا سيما مسؤولية الذكر يعني من يكبر وصير عند عائلة أخرى رح يصير حالة من الانسلاخ أكثر من الأنثى داخل يعني الأسرة العراقية بالذات إحنا يعني عدنا نكون لسيقين دائما الأنثى لسيقة يعني بوالدها وبوالدتها وبأخوتها مو مثل الذكر بس يكبر ويزواج أحيانا مسؤوليات الحياة تاخذة يعني فيكون ابتعادة عن الأسرة اللي ربتها واللي نشأتها واللي كبرتها يكون يكون قاب جدا كبير بينه وبين عائلته لكن الأنثى تبقى لا سيقى بأهلها وتواصلهم حتى إذا ما تقدر توصلهم يعني يعني توصلهم للبيت أو تجيهم وزورهم ممكن أنه بالتليفون يوميا تسأل عن عائلتها بلا شك عمليات التمييز عمليات خاطئة تماما يعني نحن نميز عسب الحاجة يعني أميز الصغير لأنه الآن محتاج أكثر من الكبير الكبير قادر على أن يقوم بواجباته الولد الكبير بالعسرة قادر أن يقوم بواجباته يعني يوكل نفسه ويلبس الوحدة ويطلع الوحدة ويرجع الوحدة لكن الصغير أميزه بالاهتمام يعني بالكير الأكثر بالاهتمام أكثر باعتباره هو محتاج أكثر من الآخر ولكن لا أميزه بطبيعة المحبة والتودد والتعبير عن حب إله وعن يعني ابني مثل باقي الأبناء أبدا هذا يجب أن تكون يعني مراعاة يتم مراعاتها من قبل يعني الآباء يعني الأم والأب فمسألة تفضيل ابن معين عن آخر هذه مسألة خطيرة جدا لأنه ستثير حساسية الآخرين وثير تساؤلاتهم يعني هم لماذا يحبون فلان أكثر مني فلان شنو اللي ميز عني ويبدأ حتى عملية يعني نوع من التحسس بين هم الأخوة وهذا غير صحيح خطر جدا وعلى الأب أن يكون حذر في هذه المسألة حتى إذا بدل منه شيء باعتبار هذا ابني الكبير هذا كذا يجب أن يتلافل مسألة بطبع أنت الجميع أنهم كلهم أولادة وكلهم يعني بمستوى واحد من المحب إحنا عدنا يعني بالجانب النفسي حتى من ناخذ مقاييس ونشتغل على الأسرة وعلى أبناء نراعي نراعي تسلسل الطفل بالأسرة لأن تسلسل الطفل ضمن الأسرة إلى دخل يعني حتى بشخصيته فيما بعد من يخبر دائما نحن نقول حصة الأسد بالعناية والرعاية مرات والأهل يبدلون قصارى جهدهم وهي الأبن الأكبر بالعائلة إن كان ذكر وإن كان أنثى من منطلقات نفسية أنا أعتبرها لأن رح يكون قدوة الأخوته بهالحالة والطفل الوسط أحيانا يتذمر يقول الآن يضايع بين الكبير وبين المدلل الصغير هنا يعني رح تكون الحالة شوية يعني بالنسبة للطفل الوسط فتلاحظي يكون شخصيته تختلف عن الطفل الأصغر والطفل الأكبر بالأسرة هاي بالنسبة للترتيب يعني الطفل بالأسرة إلا دخل بطراحة شخصيته وضعيته الإنبساطية وضعيته الانطوائية يعني تأثر هي نعم أهلا طبعا ما يحبوني ومنها روح لهناك يصر مشاكل على كل شي يعني يصر مشاكل يعني دائما قلولها إنو هي شون ما يحبوني يقولوا لي عوفها ما يهذا الحدش دائما وآني يعني زوجني غصبا على أهله المهم بعدين صار عدي ولد من صار عدي ولد هو شغلة مو هلقة صار فقلت لي يعني قالك شغلة زينة ومخلص دراسة آني هاي الفترة طلعت قالوا لازم تقدمون واحتمال يطلع لكم تعين هاي أول ما صارت تعينات ما التحليلات صارت يعني شون مركزية فقدمت آني وانتظرت قلت بالك الله تصير هو أغير شغلة يظه ليش تغل مندوب بشركة ويروح يعني محافظات آني ما عارف طبيعة شغلة وما عارف ليش تغلون وياه وشنو شغلة بس هو مندوب يعني أغلب الوقت آني إذا يروح محافظات يوم أهلي ومن يجي نروح لشقةنا طلع التعين ماتي وباشرت بالبداية وتعرفين البداية لازم مكان بعيد وانو اعتمد على أهلي مخليها ابني وبنتي هموم أمي هواي تعبت هو يغيب تعرفين يغيب مثلا كميوم ويجي فبهاي الفترية يعني آني توصت فيه شفت تليفوني باش انت مهتمت لي فشفت عنده هواي محادثات هواي بنات وهاي قلت له هاي شنو البنات قلوا لي يعني هو قل لي انو ذني وياي ايش تغلن قلت له يعني شون يعني ما فهمت قال احنا يعني نروح لازم سايقوا وياه مندوبة فهي تروحوا وياي البنية فلازم احكوا ياهم نتفوق والوقيت يعني هو كل شغل فان ما اتشذبت يعني قلت صحيح نجوز هذا الشي صحيح اول المشاكل اللي صارت بيناتكم وادت الى الطلاق صار الموقف يعني هي بداية مشاكل بيناتنا على مصار الطلاق هي اتصل بي رقم غريب وهذا الرقم طلعت واحدة تشتغل وياه ما اخذها رقمي من تليفوني فحجت لحدش يعني انه هو خايني واي بنات وحتى ما هو يروح يبات يعني واي بنات وهذه يعني باتون يعني واي اشياء فاني بالبداية ما صدقتها بس ما تشذبت الموضوع الصراحة بالنفس تعافين فهذا بس يقول لي له شي على زوجها يعني بتقدي هي مشتريتة على ونبس تقول لي تشوترو لا يعني مع الاسف يعني بالمجتمع العراقي او كانت في بعض المجتمعات الاخرى احيانا الزوجة من يضغض النظر حسب الموقف اذا كان الخطأ اقصد اذا كان الخطأ بسيط ما تداعي تسبب مننا مشكلة كبيرة وتيهدم الاسرة بكاملها طبعا هذا المفروض تضغض عنه اما اذا كان الخلل او الخطأ كبير يسوي شرخ بالاسرة يأثر على تربية الاولاد يأثر على مستقبل الاسرة فيما بعد لا والله المفروض يؤشر يؤشر ويصحح ان كان صححها ومشت طبعا الحالة عكسية قد يكون الخلل من المرأة هو ليس من الرجل احنا ما نريد نظلم جنس على حساب جنس آخر لا طبعا قد يكون الخلل من المرأة وليست الرجل فهنا نتشخص الافطاء والسلبيات حسب المواقف يعني اذا كان هذا الخلل اللي سبب الرجل الزوج او سببته زوجة رح يأثر على نمو اطفالي بالشكل الصحيح وعلى مستقبلهم وعلى حياة الاسرة كاملة ويوصل الى حد الانفصال لا والله اقشر هذا الخطأ وحاول اصحح مسار الاسرة هو كل تعارف بين ذكر وعلى مرأة هو علاقة انسانية ايا كانت طبيعتها وشكلها وين وشون وكيف تكون هي علاقة انسانية تبقى مسألة انه يعني حقيقة هذه العلاقة هذه العلاقة حقيقية يعني هذه بالسوشال ميدي هي حقيقية لا ليست حقيقية لم يحصل تواصل حقيقي بين هذه الشخصين لا بأس ان يكون التعارف ان يحصل عن طريق السوشال ميدي لا لكن عليهم بعد ذلك ان ينتقلون إلى مرحلة التعارف المباشر انه واحد يقعد ثاني واحد يسمع صوتها ربما ويشوف وجهه هو عنده تفضيلات متعلقة بالجسم مثلا شافها كل طويلة كل كثيرة كل زمينة كل غفعة تفضيلات أيضا يعني هو عنده رغبة بشكل معين فهو لم يرى شيء ولا عرف شيء هو مجرد حتوياها بالسوشال ميدي علي ان يتعرف عليه أكثر هذه مرحلة أولى لا بس لكن بعد ذلك ان يتحولون إلى اللقاء المباشر ويتعرفون أكثر كل تجربة فريدة الإنسان هو كل إنسان لا يشبه الآخر حتى التوائم المتماثلة من بويضة واحدة مخصرة من زيغوت واحد لا يشبه الآخر فكيف بالتجربة الإنسانية كل تجربة إنسانية تقتلف عن التجربة الإنسانية الأخرى ربما زواج لا ينجح لا يفشل هناك ينجح هناك يفشل كل تجربة هي خاصة بها لكن هي وسيلة التواصل الاجتماعي مثل أي وسيلة أخرى يعني ربما يعني يلتقي بهذه الأنت أو بهذه الشركة المحتملة أو المستقبلية يلتقي بها بالجامعة أو يلتقي بها منصة الكترانية فإحنا ماجهنا طبعا هو نكر وقال هذا كل تشذب وهي أكيد وحدة هي حابتني وهي شي سوت فخدت الموضوع عادي يعني خدت و يقلت لازم تعوف شغلك هذا ودور لك شغل ثاني عاف الشغل المندوب وعادي رجع عني وما كو أي شي ودائما اراقب تلفون آني فصارت لقال شغل بالمنطقة احنا منطقة البيت أهلية تجارية يعني عندنا محلات شي فش طالب محل يعني محل كل شبير عن شون مول انه هناك يعني على الكاشير ما عرف شون شغلة بالبداية هو شون يعني بيعات وهاي فحلو شغل حلو واني اهميا بدوامي وملتهي بدوامي ويعني شو فترة واخويا يعني هو من المنطقة لانه هو بنفس المنطقة فأبو هذا المكان قال قال ترى صارت موقف وي نسيبكم بس يعني شون سكتت قال شون صار فمشوف التصوير بالمحل انه زوجي مااخذ من يعني مااخذ فلوس ومخلي اني مجيبة فقال لاني بالبداية يعني قلت الموضوع عادي انه هاي اول مرة جز ما عندها مرتين ثلاثة يعني زادت كل يوم ويجع ياخد زين ما يدري يكو كاميرا في الموضوع فأخويا تخبل قال يعني هذا يعني شون يعني نزل راسنا بالمنطقة وشون نسيب هذا فواجه وصارت المشكلة كلش شبيرة التصوير عند اخويا بس من قل لهم عدة تصوير فصارت مثل العشائر يعني اهلي اهل زوجي قالوا شون تتهم ابن بانه حرام وشي واهلي منا فصارت مشاكل بيناتهم انا عد اهلي عفت الشقة يعني قعدت اهلي لحد ما قلت بلك تنحل وطبعا ما اجابه لانه هاي سمعت اهلي يعني المهم فبعدين اخويا بالقعدة طلع لهم التصوير فشون فضحها بالزايد الحقيقة هذه الظاهرة متعلقة بالمجتمعات يعني ظاهرة تفضيل الاناث او تفضيل الذكور حقيقة المجتمعات الفلاحية هي المجتمعات التي ترغب بيد عاملة وبالتالي تفضل الذكور تفضل وجود الذكور سيعملون في الارض الذي يملكوها وهذا الموروث الشعبي الذي ورث المجتمع العراقي باعتباره مجتمع منحدر من المجتمعات الفلاحية وحتى المجتمعات البدوية ايضا الذكور هم لغرض حماية القبيلة والدفاع عنها هذا موروث شعبي الحقيقة مسألة ويرجع ايضا الى قصص الاولين ويرجع الى تراثنا القديم حتى بالقرآن المذكورة ان هناك وقد للبنات هناك محاولة التخلص من البنات لان البنات تعتبر حمل وعبة وخاصرة رخوة للعائلة وللأسرة لان ممكن ان تختطف وتختصب ممكن تكون مصدر ذلة للأسرة من خلال زوجها او شخص اخر يقوم باذلالها وكان هناك وائد لكن هذا ملمح بسيط هذا وائد للبنات لم يكن بالصورة التي نصورها لان كان هناك حقيقة وائد كثير للبنات لما استمرت البشري في الجزيرة العربية التي انتهت الحياة لكن الحقيقة هو مظهر كان موجود ربما لكن مظهر بسيط ليس حقيقة ملتشم هذه التفضيلات تختلف باختلاف التطور كل ما تطور الإنسان فكريا وحتي في القديم في الناس الأولين السابقين أيضا صاحب الثقافة صاحب المعرفة صاحب الدراية لا يرفض أن تأتي فتاة أو يرزق بفتاة والأقل من عنده يأتي بعده في الترتيب حسب وعيه وحسب معرفته وحسب درايته وبالتالي هي أيضا متعلقة بالشخصية بالأفراد بعض الأفراد المجتمع بسبب فهمهم للحياة فهمهم لطبيعة حاجة المجتمع الذكر أنت بشكل مشترك فهم ليس لديهم أي حساسية أن تأتي لابنية وكذا لكن مع ذلك العوائل والأسر تحب التنوع يعني إذا الله رزق أولاد قال شمعنا أنا عندي بس ولد ما عندي بني إذا رزق بس بنات قال شمعنا عندي بنات ما عندي ولد يعني طبيعة الإنسان يعني طماع في كل شي ويحب يعني يحوز كل شي ويحصل على كل و حتى على تسمية البنات كفاية وبس عاد وكافعاد وهي الأسماء اللي تعبر على أنه يعني هذا البيت بكثير من البنات يعني بكثير من الإناث نعم بعدها المشكلة العشائرية اللي صارت شنو موقف أهلك من موضوع الطلاق كانوا متقبلي وشنو أنت موقفت طبعا أخي ما طلع التصوير لهم قال يعني قال لهم أكو هو دليل بس ما قال اللي هم يا المهم كانوا يعني أنت تتهم ابن أنه حرامي بس بالقاعدة أخوي طلع لهم التصوير فصارت فضيحة عليهم أي فهو زوجي بعد هذا الموقف يعني قال أنا ما قدر أكمل وياك يعني بعد السوائخ وتشلوح حال الموضوع بيناتنا قلت لي شون يعني أنت أنت ما أخذ موقف مني أنا ما قدر أكمل وياك لأن أنت يعني حرامي ومو بس قبلها خنتني وعديت الموضوع بس مو توصل لهيتش يعني يعني تكبرون أطفالي شنو راح تسوي أنت يعني مستحيل أكمل وياك هاي انتهت يعني أصلح نفسك عد روحك ويعود بعدين تعال لو أكمل وياك لو ما أكمل فأنا طايتها مهلة يعني ما ردت رأسان طلاق طبعا أمي قلتني لا لازم تنفصلين وأصلا جهالي عند أمي هي مربيتهم وأني حياة طبيعية يعني أطلع وتونس وأسافر ودوامي الحمد لله وصرت يعني متعينة فما محتاجت بس أنا كل عالم الجهالي فأنا طايتها فرصة طبعا أخواني ما يدرون بهذا الموضوع بس بعدين يعني يعني ما خلي صر طلاق أحسن وراها إذا هو تغير وشفنا نتيجة ما ممكن ترجون فحات شيئت آني قلت لي إحنا لازم ننفصل فشون يعني آني ما ريد أفضحك بالمحكم ما أقول شنو سويت لأنه أو أراويهم التصوير أقولهم هذا السبب أنت يعني شهرت بينا وبسمعتنا يعني مسويت هذا الموقف نحسب علينا ما عليك فراح تخسر كل شيء فأحسن أنه تطلق وتتجي تطين الحقوق وتسوي بعدين نفق الأطفال هو مقال لا عادي وصار طلاق ويعني ظلت تجي للنفقة عادي 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 أحسن عادي عادي شو سمعت هسه انه هو يعني خاطب ورح يزوج ويعني رح يبدي حياة جديدة فالله وفقاً ما عندي مشكلة وياه بس هو يبقى وجهه لي يبقى يعني وماسه مشاهدة كل فترة هو مو يعني يجينا ويشوف الأطفال ويروح الأطفال الأب بالنسبة لهم هو النموذج يعني هو النموذج يقلدونه خصوصاً الدكور يعني طبعاً الأم أيضاً نموذج يقلدون الشخصين وبالتالي احنا نقول على الأب والأم فقط الأب والأم أن يربون للأطفال يعني لو كان الأب والأم يحصون على أنه مثلاً أطفالهم ينشأون بطريقة أنه يعني ما يتعرضون للإهانة أو الضرب مثلاً لكنه إذا عاي شوية أهله العم يضربهم والجد يضربهم والجدة يضربهم البيبية والعمة يضربهم يعني لا يستطيع أن يربيهم بل البيت يربيهم فعطفاً على بدل أنه إذا كانت نموذجين وهذه يكون احتمالية أن يكون النموذج منحرف مثل هذا الأب الأب منحرف سارق مثلاً وهذه نموذجين زين أنت شون تضمن باقي الأسرة إذا كانت أسرة ممتدة وكبيرة ومتشعبة ومتفرعة يعني هو الطفل ينظر إلى الأب والأم على أنهم نموذج ويقلدهم ودائماً ما يكون يعني سبب انحراف الأبناء هو يعني طبيعة التوجيهات أغلبهم ربما يكون بأسباب أخرى يعني الرفقة السيئة يعني كذا الإهمال يهمل هذا الطفل أو حتى الصرامة أحياناً الصرامة بالتربية والشدة المفرقة تجعل الفرد هذا متمرد في يذهب أفعال متمردة من ضمن السرقة فطبيعة التربية مؤتمدة على نموذج الأب ونموذج الأم فهذا الأب المنحرف خطر جداً على الأبناء إذا كان الزوج الزوج أو كان الزوجة لأنني ما يعني ما أريد أكون الخلل قد يكون من الزوجة قد يكون من الزوج إحنا من ميل إلى جنس على حساب جنس آخر قد يكون أحياناً الخلل من المرأة وليس من الرجل أما إذا كان الخلل يأثر على سلوكيات الأبناء فيما بعد طبعاً يعني إذا الزوج عند حالة سرقة أو شخصت حالة السرقة طبعاً يعني أنا شت رج من أطفال فيما بعد مربيهم أب سارق يعني ما أقول 100% يخلي يكون 50% أنه تكون تظهر حالة السرقة عد الأبناء لأنها مشاركة تربية الأبناء الرجل والمرأة الأب والأم يشاركون فإذا هم وما يشاركون مشاركة صحيحة ويكون سلوكياتهم قد والأبناء أنا ما أنتظر جيل يطلع من هذه الأسرة جيل صحيح أو يتعامل بشكل صحيح أو يكون سلوكياتها صحيحة أكيد رح تظهر عندنا الحالات السلبية يعني أنت مند مانع الطلاق وممكن تفكرين بالزواج مرة ثانية أنا يعني حاليا ما أفكر بالارتباط أو بالزواج بس أم يتلح علي تقول لي أنت أول وتالي ذولي أطفال يعني لبنية الزواج والولد يعني ولد هو يعتمد على نفسه أنت مدام صغيرة وهذه الزواجي فأنتظر أنه تجيني قسمة يكون شخص فاهمني يكون موظف يكون يعني زميل إلي عرفه أكثر لأنني قدت يعني هو الغلط أنه أنا صح هو يعني زوجي كان نيته حلوة من البداية أنه لا يتزواج بس أنا ما عرفه عرفته من الفيس ومثل زميلي بالكلية أو موظف وياي فأعرفه أكثر فما رفضه فكرة الزواج لا بالعكس انتظر تجيني قسمة وتكون بيها مواصفات زينة وحياتي عادي طبيعية ما أثر علي بشي الطلق وما ندمانه أصلا على الطلاق لأنه كان صحيح حتى يكون إلى درس والله يعني زوجتك جديدة إذا ما تغيره في هذه الحالة إحنا ما نقدر نجبر زوجة تعرضت إلى الطلاق لأي سبب من الأسباب أنه تبقى بدون زواج طبعا كثير من النساء ضحوا بحياتهم ضحوا بشبابهم ضحوا بحتياجاتهم سواء كانت بايولوجية أو كانت حتياجات اجتماعية في سبيل أبنائهم في فروق فردية ستي يعني مرات أكوش أمهات يضحهم بكل شيء من أجل أبنائهم وأكو أمهات لا والله تقول لك أنا حاشت البيولوجية حاشت أنه يكون بجانبي رفيق أكمل بي مشوار حياتي ممكن أنه وذا كانت الحالة صحيحة وممكن أنه تسير عملية التربية بشكل مع الزوج المغاير أو الآخر إذا كان أب وذا كان أب أم لا بأس بيها وذا كان أكون من يرعى الأبناء أيضا لا بأس بيها يعني إذا هي والدتها متفرغة لتربية أولادها يعني ممكن وهاي بالمشتمعات نحن نشوفها يعني كثير من المشاكل ذا صادفنا فأني ما أقدر أمنعها من الزواج هو أكو زمن أكو وقت معين أكو فترة معينة بعدها راح هي ذاتيا ترغب في أن يعني تقيم علاقة جديدة لا يطلبوا من عدها وهي اللي التو منتهي من علاقة وما أكو تحديد كل إنسان يعني حسب نفسيته يعني أكو من يتجاوز بفترة قصيرة أكو من يحتاج وقت حتى يتجاوز يعني ذكريات الماضي وآلام الماضي وتجربة سيئة وتجربة صعبة اللي مرت بها فكل إنسان حسب طبيعة الشخصية تمرنة متصلبة كذا حسب طبيعة الشخصية فخلي تركوه نطهمة جالي شوية يعني في فترة ما سوف تدرك يعني بعد شهر شهرين سنة ربما راح تدرك أنه في حاجة إلى رجل يعني يساعدها في أعباء يعني البيت ويشارك حياتها ولا بس لكن ليت ممتاز بعد هذه أفضل راح تكون اختيارها يعني أكثر عقلانيا لأنه راح يكون على أساس صفات الشخص وليس ما يملك الشخص هكذا فتكون عقلانيا أكثر في الاختيار وعليهم أن يعني لا يلحون عليه في هذه المسألة يمطوها الوقت المناسب أنه هي يعني تصل إلى يعني ما تريد وتوصل إلى القرار وهي راح تقتار أكيد ومن تجد الشخص المناسب هي راح تقاضى ذاتيا فهو راح تودد وبدون قصد وهي راح تتودد له بدون قصد وبل كتنتهي المسألة بارتبار يعني هكذا ترجمة نانسي قنقر